موسيقى استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية نظم حزب حماة الوطن بمحافظة منوفية ندوة عن دور مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء موسيقى في فترة اللي فاتت بيت تدعيب فيه كثير من اللغة بيحصل على المستوى الإقليمي ونشوف أن فيه ناس بتحاول تشكك في دور مصر ولكن الحقيقة غير كده طبعاً احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل إزاي مع هذا الملف وده يمكن طبعاً كمان المواطن المصري بيعتبر أن القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مرة الأصور وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية مصر تقف مع قضيتها فمصر رعت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية المغزى من إقامة النادو اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية هذا كان توجيه مركزي أن احنا نبدأ نعمل دورة تسكفية للناس حول إبراز الدور الفعلي وكيف كان لمصر دور كبير جدا في القضية الفلسطينية وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري الهدف من النادو النهاردة هي التوعية على الموقف المصري والحيان بنتهيزها فرصة وأقول أن مصر أم الدنيا القضية الفلسطينية كانت هي الرائع الأول لها ودفعنا في سبيل ذلك كثير الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ السابع من أكتوبر كما أكد الحزب استفافه خلف القيادة السياسية من أجل إقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس اشتركوا في القناة